كمان محمود علاء قال انه مسؤول التسويق بنادي اهلي جدة السعودي اتصل بيه مباشرة وقال له انه جروس عايزه وانه من ثم النادي عايزه بس الكلام ده كله شخصي بين محمود علاء وبين مسؤول التسويق في نادي اهلي جدة طبعا محمود علاء اجابته عبر وسائل اعلام مختلفة انه قال لهم انه اي حاجة تبع عن طريق نادي الزمالك وهذا امر محترم جدا يال